موسيقى 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 مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من برنامج النبض الأمريكي الحقيقة مصر ما بعد 30 يونيو ابتدت تبني مؤسساتها بشكل كبير جدا أحد هذه العمدة أو المؤسسات اللي تم إنشأها بعد الثورة وفيه خلال العام الماضي هو مجلس الشيوخ أنا سعيدني طبعا أن يوجود معايا النهاردة الأستاذ محمود مسلم أو نقول الدكتور بقى نبريك له على الدكتوراه هو عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جديدة الوطن أنا مساء دكتور مسلم أهلا دكتور مايكر إزاي إزاي حضرتك وألف مبروك يعني يمكن قبل الهوى كنا بنقول إن البرنامج بارك لحضرتك على عدوى مجلس الشيوخ المريفات تولمار راضي بنبارك لحضرتك يا دكتوراه حلو علي مرسي مرسي ربنا يخليك دايما إن شاء الله في تقدم وحاجة جميلة الدكتوراه عن إيه؟ الدكتوراه عن تقطير الصحف المصرية لقضايا التحول السياسي في مصر من 2011 ل2017 بتتناول بشكل رئيسي أهم الأحداث السياسية إزاي الصحف تناولتها وإزاي الصحفين منشرنا أهم الأحداث ده كان عندنا اتنين انتخابات رئاسية واحدة في 2012 واحدة في 2014 كان عندنا اتنين انتخابات برلمانية واحدة في 2011 وخدت 2012 معها والأخرى كانت في 2015 اتنين دستور 2012 و2014 وفي حاجات بقى اللي هو إيه؟ إعلان دستوري اللي هو استفتاءة 19 المارس وصيقة المبادئ الدستورية اللي كان عملها الدكتوراه عني السلمي فالدكتوراه يعني شافت إزاي الصحف المصرية أنا كنت واخد العينة بتاعتي كانت الأهرام والوافد والمصر اليوم جريدة قومية وجريدة حزبية وجريدة خاصة فدي كانت الدكتوراه بالإضافة للدراسة كمان كان في دراسة ميدانية على الصحفيين في الثلاث مؤسسات دول ونظرتهم للأحداث ونظرتهم للتغطية والسياسة التحريرية والحاجات التانية هي كان بتدرس العوامل المؤثرة على تقطير الصحف في قضايا التحول السياسي أكيد لما حضرتك ابتديت في البحث كنت متخيل حاجات معينة وفي نهاية الدراسة البحث اللي حضرتك تشغيل عليه لقيت نتائج ممكن تقول هل في حاجة فجأتك يعني؟ آه طبعا في حاجات فجأتني لعلاء أبرزها نظرة الصحفيين للأحداث خلبي بالك أنا بدأت الدراسة مثلاً 2018 يعني أنا بدأت أجمع العينات وأشتغل عليها مثلاً من 2018 فلما جيت مثلاً عملت الاستمارة بتاعت الدراسة الميدانية مع الصحفين فهم في 2018 بيقيموا اللي حصل في 12 و 14 و 15 من 11 ل 17 فأنا أعتقد أن نظرتهم للأمور اتغيرت ده بنتاج الدراسة من 18 ل 19 اللي هشيل لواحد لا نظرتهم عن الأمور اللي فات اتغيرت اتغيرت من وقت 18 لدلوقتي آه يعني مثلاً ما تيجي تسألهم أنت إيه الأولوية ليك مثلاً في النشر فيقولك مثلاً في فترة من ذاتاً هما كان فيه زي ما يكون مقارنات ما قبل بعد يناير قبل يونيا وبعد يونيا يعني فيقولك مثلاً هو ساعتها قبل يناير قبل يونيا مثلاً كان نظرته أني لازم أقول الخبر ده أهم حاجة وبتاعه فبعد يونيا كان هو وجهة نظره أنه صحة الخبر لا أن دعم هو راح له أهداف أو لوظائف للصحافة يعني 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 أنا رأيي اللي دعمه عنده الحس الوطن فيقولك مثلاً أن أنا حافظ على استكرار البلد ما خب بالك فوجهت نظره متغيرت وشاف أهمية دور الصحافة وسلاح قوي جداً يعني الصحافة والألم آه طبعاً وجهت نظره متغيرت مثلاً كان فيه إجماع من كل صحفيين دي اللي كان عليها إجماع إن إن المؤسسات الصحفية كلها بتمر بظروف اقتصادية صعبة وإن ده بيأثر على السياسة التحرية وبيدي فرصة للمالك أو للمعلن إن هو يغير في السياسة التحرية ده يعني أعتراف كامل من معظم العينات إيه المفاجآت التانية؟ مفاجآت التانية مثلاً إن الناس كانت شايفة إن دستور 2012 كان كله عيوب أسلمت الدولة حاجات كده ما كانش فيه بينما دستور 2014 كانوا نظرين له إن كله إيجابيات اللي هو فكرة التوافق وفكرة الهب شايفين مثلاً انتخابات الإعادة في 2012 كانت يا شبهة التزوير وإن كان فيه مقالفات كتيرة ده المعالجة بتاعت الصحافة عملت كده بينما مثلاً كان الهتمام بينما كان الاهتمام مثلاً في انتخابات 2014 أول اهتمام من الحاجات اللي فيها تقطير كان القوة الدعيمة للسيسي يعني شايفين إن ده من ضمن الحاجات التانية مثلاً القوة الفاعلة سياسياً القوة الفاعلة سياسياً سواء على معالجة الصحف يعني اللي الصحف شافت تناولتهم كتير كان البلمان والنواب والأحزاب والقضاء خاصةً في فترة المستشارة أحمد الزيند والخلافاته الشهيرة مع الإخوان من قبل يونيا بينما فيه الخارجي ده بقى اللي كان برضو مرسود بشكل واضح إن أمريكا مثلاً في مستوى معالجة الصحف كانت القوة الفاعلة خارجياً في قضايا التحول السياسي أمريكاً في مستوى المعالجة وفي مستوى رؤية الصحفيين يعني لما ده التاني دي يعني أمريكا لما تيجي تعمل تحليل الصحف عشان دي أمريكا ديزي بتاعتنا بقى المنطقة بتاعتي لازم مركز فيها كويس لما تيجي تعمل تحليل الصحف تشوف أكتر الأخبار اللي اتنشرت عن قوة فاعلة خارجياً فتلاقي إن هي أمريكا من 11 ل17 لما تيجي بقى تاخد رأي الصحفيين القوة الفاعلة في الفترة دي فبرضو أمريكا يعني كان فيه تصديق على إن القوة الفاعلة من خارجية كانت الولايات المتحدة أمريكاً بعدها ممكن ييجي وزارة الخارجية المصرية والكولنسوليات خاصةً في الانتخابات وده يباينت دور قوي جداً للعلام وتأثيره وخاصةً أو الشبكات العالمية وخاصةً في الولايات المتحدة الأمريكية يعني كان بيباليها دور قوي في توصيل معلومة معينة حتى بغض النظر إذا كانت صحيحة أم خاطئة يعني طبعاً يعني لا ويباين برضو إن أمريكا كانت أكثر تفاعلاً مع الأحداث المصرية أكثر ممكن من من الاتحاد الأوروبي أكثر من التحاد الأفريكي أكثر يعني في البلد وجهت نظر حضرتك هل دوت تغير ما بعد بقى الإدارة الجديدة الموجودة دلوقتي ولا لسه برضو لا مصر طبعاً دولة مهمة وده أمر هي بس يعني طريقة الإدارة طريقة التدخل اللي ممكن تفرق لكن أنا أعطيك أن مصر دولة مهمة ومحورية في المنطقة بالنسبة لأمريكا طبعاً أمريكا دولة مهمة طبعاً وبالتالي صعب ويعرفين قدر مصر يعني صعب إن أمريكا تغض الطرف عما يحدث في مصر لكن هو شكل التدخل يعني إنت لو بتتكلم مثلاً عن الحاجات اللي كان بتحصل من 11 ممكن الـ 15 أو الـ 14 فكانت أمريكا بيطلع بيانات شديدة اللهجة كانت بتمارس التدخل في شؤون الدولة بشكل ولازم تعالوا نتاج للانتخابات ولازم بشرف تعملوا ايون وضبط النفس لكن مع استقرار الدولة بعد فترة بعد صورة يونيا طبعاً بعد صورة يونيا هم تنوهم في مشاكل يعني في مشاكل وبرضو بيمرسوا ولو إن إحنا بسمعش بس هم كانوا برضو بيمرسوا بيمرسوا فكرة الوصاية لكن بعد كده مع استقرار الدولة نقدر نقول ده بشكل واضح مثلاً ممكن من من 2015 بشكل كبير أعتقد الأمور خلاص بقى يعني يعني ما بقاش فيه التدخل السافر اللي كان بيحصل لا وأعتقد برضو يعني أنا بص أنا يمكن كتبت مقالة وأنا كنت ساعتها مش مبسوط بيها جداً بس كانت في 2014 وقلت مصر يعني دايماً كانت واستخدمت لفظ صعب يعني قلت كانت المفعول بيه نعم كان دايماً بيبقى يعني مفعول بتحصل أحداث وإحنا يعني بنشوف الرياكشنز بتاعتها من مصر دلوقتي اتغير الوضع وبقينا إحنا مصدر يعني إحنا الفاعل يعني في ملفات كتيرة جداً إحنا بنتحرك والعالم بيرياكت أو بيتعامل مع أنا عادر أقولك أنا عادر أقولك وحركة تقدر ترسل ده بشكل واضح لأنك أنت بتتابع أعمال الجامعية العامة للأم المتحدة إنت في 2014 كنت رايح تدافع عن ثورة 30 يوني يعني الرئيس في كلمته كان بيكلم عن الشرعية والشعب وتأثير وكده وفي 2015 شوية من 2016 2017 2018 2019 عشرين ما تعملتش في الاربع سنين إنت رايح تقول رؤيتك في قضايا المنطقة وقضايا العالم خبنك تتكلمش خالص عن ودلوقتي كمان بتطلب طلبات يعني دلوقتي دلوقتي تطلب طلبات ودلوقتي كمان بيتم الاتصال بيك مشاورة مشاورة في قضايا المنطقة يعني يعني أصعب حد يقول إن في أزمة في منطقة الشرق الأوسط مصر ما لهاش وجهة نظر فيها تستمع يعني ما انت ممكن يباليك وجهة نظر بسنحلش أصلا مهتم شو بقى قضايا ليبيا اليمن سوريا يعني لا ومش وجهة نظر كمان يعني يعني يمكن كمان اللي حصل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في يعني منذ فترة قليلة مش كمان مش وجهة نظر تستمع لا ده أنا أعتقد إن أمريكا كانت بتتطلع لتدخل مصري يعني كانت بتطلع يعني مترقبة مصر تأمريك بس خلينا برضو خلينا أقول للناس الناس بتعتقد إن الأمور دي يعني 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 حصل بينهم ولينا ده ده جهد اتبنى عليه إن انت قدرت تستعيد الثقة والحوار مع الفصال الفلسطينية الشهدت قدرت تجمعهم قبليها عملت بهم كذا اجتماعات فيه في وقت في مصر كان فيه اجتماعات للفصال الفلسطينية فيه اجتماعات للطائرات الليبية المختلفة في نفس الكسة والقبائل وغير ذلك وفي نفس الوقت انت فيه ثلاث محاور في السنتين الثلاثة اللي فاتوا اشتغلت عليهم كويس قوي الناس بس بتشوف النتيجة لكن منك ببتشوفش التفاصيل قلت فلسطيني انت لو حرب غزة دي جات وانت علاقتك وثقتك مع الفلسطينيين مهزوزة مهزوزة او زي زمان طبعا كانت اعترف ان مرت بفجوة وكان ليها اسبابها وما كنتش صاحب تأثير وصاحب مصداقية كنت هتعمل ايه يا طبانك الناحية الثانية ليبيا نفس الكسة الناحية الثالثة سودان انت قدرت ان انت تكتسب ثقة السودان بشكل كبير ويبقى فيه مصداقية وفيه شغل مع السودان بيحصل بعد اختلاف وجهات نظر كان واضح في عدة سنوات كان واضح جدا الاتجاه السوداني في هذا التوقيت اختلف تماما اه لكن دلوقتي انت دلوقتي تقريبا يعني انتكاد تكون متطابق معهم في وجهة نظر ناحية السد وموقف السودان فرق معنا لما كنت الاول بتتكلم لو واحدا لكن دلوقتي انت بتتكلم دولتين وصد دولة صحيح فده طبعا امر يعني انا انا يعني حابب بنقل من حتة الاعلام دي بس مش عارف عشان حرك معايا انا انا خلصتك عمرك دور الاعلام المصري في المنطقة وقوته في المنطقة يعني احنا فين دلوقتي من منطقة الشرق الاوسط كان فيه يمكن نتورك او شبكات قبل كده كنا بنتصارع معاها ومش يعني مش شغلين على نفس الوايفلانت او التردد موجات التردد اعتقد فيه تفرح اصد في الاعلام في المنطقة في فترة اللي فاتح يعني خلينا اقولك على دور الاعلام المصري في المنطقة مؤثر في المنطقة اه اكيد مؤثر مبنك لأسباب كتيرة ان نفس اللغة وقريبين في الثقافة وقريبين في الاحداث مفيش حد في المنطقة العربية مبتشغلوش الهموم المصرية يعني يعني فبيتابع بالاضافة طبعا العدد المصريين كتير اللي مثلا في الخليج فقريدي الاعلام المصري مؤثر لكن لو بتيتكلمني عن خارج المنطقة لا طبعا ملوش تأثير ليه ملوش تأثير لان الامر مختلف هو انت حضرتك عايز زي انا اخاطب الناس في الاوروبا او في امريكا ودي لها قليات لها فيها لغة وفيها حتى التكنولوجي اللي هو اللي انا قدر اوصل لهم على طبق معينة او حاجات معينة الحاجات التالتة فيها ثقافة انا يعني وصلنا اكبر بيعني كبرى الصحف والقنوات بحيث تقدر تطرح القضايا المصرية وجهة النظر المصرية على النقبة في هذه الدول وانهم في الاخر بيلجأ اليهم صناع القرار انه بياخدوا منهم اه لانهم يعني خلينا نقول ان الصورة الذهنية عن مصر في الخارج او في الغرب مش هي الواقع مش هي الواقع مش هي الواقع خالص يعني الواقع افضل من هذه الصورة بكثير عشان كده على فكرة سوري من غير قطع كلام حضرتك انا دايما بعترض على لفظ تحسين صورة مصر انا دايما بقول لما يعني لما كنت بتكلم على برنامجي واللي بنعمله هناك في الولايات المتحدة الامريكية بقول انا بنقل صورة مصر الحقيقة وليس تحسين تحسين دي يعني فيه حاجة وحشة وانت بتحاول تحسينها لكن مش هو دوات الواقع انت عندك صورة هي مش متشافة او بتوصل لهم بشكل سيء من قنوات اخرى ونتوكس اه شبكات اخرى كانت بتبقى اصدى انها تصدر السيء فقط يعني يعني انا تقديري ان كل اللي بيجي مصر او كل اللي بتعرف على مصر بعين محيدة بيكون عنده انحياز اللي ما يحدث في مصر من تغيير انحياز حقيقي مش انحياز حلوة قوي بعين محيدة دي لاني دي مهمة لانه لو مش بايست و جاي اريد بقى جاي بقى جاي عنده هدف جاي عنده غرض جاي متأثر بقى فكار برا مصر جاي بتاعها هيقول لك لا يعني انا فاكر مرة الرئيس اخر مرة كان في نيورك دعا الراجل بتاع نيورك تايمز وقال له تعالى شوف العاصمة الادارية يعني تعالى بنفسك وشوف المدن وشوف الحاجات انا فاكر ده وكانت اجتمع الصحافة اه المهمة انت بقى تعمل ايه في الوقت ده يعني انت انت يعني لو جيت بعين محيدة هتشوف لو جايب بالرغم ان الناس بتاع نيورك تايمز كان عندهم واحد هنا بيديهم معلومات مغلوطة جدا وقصة وبيحصل بيحصل الخطأ يعني انا دايما احنا عندنا كذا حاجة لو عايز تفتح الخطأ بشكل وضع عندنا ناس صحف مغرضة عندنا صحف مغرضة واحنا تعلمنا في الكام سنة اللي فاتوا دولة ما فيش فكرة الصحافة الشريفة اللي بتشتغل للصحافة والخبر دي مش موجودة غير في يعني في العالم الآخر اه ما فيش كل واحد بتاع الحاجة التانية عندنا بقى ناس مغرضين متأثرين لأسباب مختلفة يعني ناس في الصحف موردين لأسباب مختلفة عندنا ناس موردين لما مصدر معلوماتهم دايما من الاخوان او بعض الماني السوريين او غير ذلك فبالتالي دائما عندهم معلومات مشوشة او انهم ليهم مصالح مع اي حد ضدنا او انهم اخدين موقف مصبك بناء على برضو معلومات مشوشة او مغلوطة فادي ناس تانية الحل التالت احنا عندنا ناس برضو متأثرة بصورة ذهنية غير صحيحة او المجموعة التالتة فدول انت برضو بتبزل معهم مجموعة عشان تكونوا يحوم ان الكلام ده غير صحيح انا رأي ان احنا محتاجين نشتغل اكتر حتى مع هذه الصحف وهذه يعني مثلا انا عجبني جدا لما مرة احد وزراء الاخوان السابقين الفاشلين كتب مقال مش فاكر في فورين بوليسي اه كتب فورين بوليسي اه ورد عليه الدكتور احمد شامس الدين ورد عليه بالحقائق والمعلومات يعني انت الاعلام من الحاجات اللي لازم طول الوقت تتفعل معه ذاتا الاعلام الاجنبي لان احنا مصر بتدفع احتمان كبير لمعلومات كثيرة مغلوطة واراء كثيرة مغلوطة في المصر يعني راجل مزا كان انا يعرف ناس وانه مسلا الدكتور اسامة الغزاني حرب وجهة ناظره مسلا في العاصمة الادارية اتغيرت يعني هو كتب مقال بالمعنى ده وانه هو كان شايف ان هي مش مشروع كويس لكن دلوقتي شايف ان هي مش مشروع كويس لما شاف حاجة على الارض وشايف الاتجاهات اه لكن والناس بيسبقوا الاحداث بشكل رهيب يعني بيكونوا رأيه طبعا بالاضافة لاخطاء مهنية فادحة مارسها الاعلام الدولي يعني هو مارسها طول الوقت طبعا يعني الجزيرة طبعا بنتكلم ان هي مغرضة لكنه بتكلم عن حتى الاعلام الدولي اللي احنا كنا متخيلينه احنا شوفنا التغطية لثورة 30 يونيو يعني ما ارتكب فيها اصل الى حد جراء من المهنية احنا ناس مهنيين وعارفين ومن حاجات كبيرة من قنوات كبيرة وصوف كبيرة بس هم استغلوا برضو جزء ان ما عندكش اللي تقدر يعني تفرد بيه الحقيقة الموجودة مفيش البلاتفورم او المنبر اللي يضاهي قوة هزيه الشبكات اه يعني طبعا احنا عندنا مشكلة كسورة في ده انت كان محتاج تعمل بس يعني اعتقد ان شاء الله رأيه ممكن يبقى في حاجات تواجه لرفع انا يعني احنا اتكلمنا يعني المفروض كنا نخلش في مجلس الشيوخ بس الحقيقة وجود حضرتك معايا كان لازم ان انا اتكلم في الملف الاعلام فنخرج فاصل صغير ونرجع بعض الفاصل نخش بقى في ملف مجلس الشيوخ ان شاء الله مهم جدا ان احنا اتكلم عن اعلام ودوره وعن اه الامباكت او تأثير الاعلام اه سواء في الخارج او في الداخل على المنطقة اه دكتور مسلم اه مجلس الشيوخ فكرته ابتدى امتى اه دور الانقاض ما تم مناقشته ويعني انا اتشال تقريبا ايه اللي حصل في الفترة اللي فات طب مجلس الشيوخ هو اساس الحال برلمانية في مصر يعني اول ما برلمان بدأ بدأ بمجلس الشيوخ لكن اه هو ودوات اللي هو كان مجلس الشورى زمان ولا مختلف يعني اه هو هو بيتطور بيبقى مجلس الشورى بيبقى يعني وخد كذا يعني مصطلح خلال السنين اللي فاته لحد ما استقر به اه رجع تاني سنة اه اعطاك التمانين تمام في عصر رئيس سادات وكان اسمه مجلس الشورى وتانيه شغال لحد اه دستور لحد ثورة يوني اه تحل في اه اه هو اه تحل طبعا في ثورة يناير اه ي체D حان لك ا اه بتريد ثورة يونيا اهيف ولان اتحل بقى مع ثورة يونيا واجأ دستور الفين والا 죄송 معاكراش وجود مجلس الشيوخي يعني اقر غرفة برلمانية واحدة اللي هي مجلس النواب مجلس النواب اه لما اتعدل دستور الالفين والا jako مت huis اقر وجود يعني غرفتين مجلس الشيوخ وماجلس النواب ما أهمية مجلس الشيوخ لمجلس النواب والأهمية مجلس النواب لمجلس الشيوخ قوة – يعني في دول كتير في العالم عندها غرفتين مش غرفة واحدة جاء الوحية المتحدة أمريكية زى دوت كتير جدا عندها غرفتين دول كتير جدا يعني نموذج لغرفتين موجود في دول كتير كتير يعني بوجهة نظر goals غرفتين بيتاح دراسة أعمق للامور وأكثر هل بيبقى دور استشاري أكتر ولا دور مراجعة أكتر أو دور نقاشي أكتر هو بص المجلس الشيوخ بحكم تركيبته احنا بتكلم على 300 عضو 200 منتخابين و100 معينين والدوائر طبعا متى الشيوخ كبيرة غير دوائر النواب فإلى حد ما فكرة الخدمات بتتراجع مقابل فكرة المناقشات الجدة مقابل فكرة الدراسات مقابل فكرة الحوار العميق وخاصة أن مجلس الشيوخ مش عشانها فيه بس هو يعني فعلا حقيقي بيضم قومات مصرية رفيعة في كافة المجالات وبالتالي المناقشة ممكن تبقى أهدأ ممكن تبقى أعمق ممكن تبقى فيكمل دور مجلس النواب ولا يتعرض معه فده بيدي فرصة للناس أن يطلع لما يطلع القانون ذاتا قانون مكملة دسور اللي هي بحكم لازم بالدسور لازم تتعرض على مجلس الشيوخ أن يبقى في دراسة أفضل بدل ما الناس كانت زمان بتقولك سلق قانون ومسلق قانون دلوقتي لما بيتعرض على مجلسين بيبقى فيه فرصة أكتر لأن يطلع حاجة بشكل أنت عارف القوانين في مصر بتقعد سنوات طويلة وبتمس طبعا مصالح الناس بيبقى عندك فرصة أن أنت تدرسها بشكل أفضل لما يكون فيه غرفتي سيد محمود هل كان فيه تعارض ما بين المجلسين في أي من المقوانين اللي تم إبرامها في مجلس النواب وجات تتراجع في مجلس الشيوخ وحصل أنها رجعت تاني مثلا للتعديل أو للمراجعة أو نوع من النظر بشكل آخر لا لا ما حصلش تعارض خلي بالك برضو المجلس الشيوخ رغم أنه بدأ قبل النواب لكن هو بدأ شغله بعد النواب بعد ما تم إقرار الليحة من مجلس النواب لتراجع بقانون فما حصلش تعارض بشكل يعني واضح أو خريط وطبعا كان فيه وقت كبير طبعا كان وقت الكورونا وكده كان فيه ناقض لا والله المجلسين من الناس اللي ما تأثروش بموضوع كورونا رغم أنهما برضو خدوا التطعيم بتأخر بس ما تأثروش يعني طول الوقت كانوا شغالين طبعا إيه القضايا الهمة اللي بي اللي بيناقشها المجلس يعني حضرتك بتقول أن المجلس جزء من السياسة المصرية ليس فقط من المجلس منوط بي النوع يناقش القطة الاجتماعية بتاعت الدولة كلها منوط بي يناشط كل القوانين المكملة للدستور قبل ما تروح مجلس النواب منوط بي طبعا الأدوات المختلفة الاكتراح برغبة وغيرها الطلب المناقشة وغيرها والمجلس يعني ناقش قضايا جدة وقضايا هما الفترة الماضية هل تم منقشة أنا عارف مش عارف هتقدر تقول لي دوت ولا لا بس هل تم منقشة قضية سد النهضة في المجلس لا قضية سد النهضة برضو خلينا نتكلم فيها بشكل واضح عشان الناس بتزعل من الكلام ده يعني مجلس النواب بس كان مجلس الشيوخ فض مجلس النواب رئيسه المشارحة في الجبالي يعني طلع بيان من عدة ايام حول ان سد النهضة بس قدينا نتكلم في فكرة انا يعني كنت لسه برضو في ملتقى والناس بتتكلم على ان الدولة لازم تقول هي ايه كسد النهضة وتعمل ايه انا مش مع المدرسة دي او مش مع المدرسة دي برضو بس احب ان انا اكتهد وحاول اعرف انا اه لكن انا مع فكرة اه لكن انا مع فكرة مثلا ان انت الناس تبقى عارفة الحاجات الفنية يعني السد ده عبارة عن ايه بنملة كمية مش عارف ايه طريق السد حضرتك مع عدوات ولا مش مع عدوات يعني نحب نزاكر الموضوع كويس نفهم نزاكر الموضوع نبقى فاهمينه وقارين التصريحات هنا وتصريحات هنا وازاي بتشتغل اسيوبية وازاي مصر بتشتغل بتاع لكن فكرة الناس اللي تقولك والناب احنا عايزين نعرف موقف الدولة ايه يعني وفي دولة في الدنيا بتعرض يعني لو الدولة مثلا بتعمل تكنيك معينة هل في دولة في الدنيا بتعرض تكنيك على الشعب هل بتعرض التكنيك ده في استفتاء مثلا تقول للناس طب ايه رأيكم ونخدش حرب ولا لا طب هنخشها ازاي انا بقرأ بقرأ مقالات او بقرأ حاجات على الفيسبوك بحس ان خلاص الحرب تقريبا قامت اه يعني طبعا كلام يعني يعني هو موضوع سد النهضة ولو فيد القضايا يمكن الوزير سامح شكري كان في احد المداخلات انا شفته في احد البرامج الاخرى يعني وقال تسأل سؤال مباشر هو دور يعني موقف الدولة المصرية ايه او الخطوة اللي جاية اه ما بعد مجلس الامن هو قال ان انا مش من مصلحة الدولة ان انا اقول يعني مش من مصلحة العامة لا هو طبعا من حق الناس اني اتعرف وانا ازعم ان دي اهم قضية اه بعد تلاتين يونيا الناس اه مهتمة بيها ويعني وشغوفة وده حقهم طبعا ده يعني اي حد وطني طبعا ده قضية اتحيا او موت زيان بيقول اه لكن انا بس يعني مختلف بس من بعض الناس اللي تقولك ايه طب واحنا عايزين بقى يعمل ايه طب ويقولولنا يعمل ايه يجب يقولنا قبل ما يروح اه وكان طبعا ده يا جماعة ده كلام سياسة يعني 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 كلام سياسة وكلام كلام امن قومي بحجم القضية زي ما انت منشغل بالقضية جدا لان هي همك فهي فعلا قضية مهمة وقضية خطيرة وامن قومي لكن كمان لازم تدي القيادة فرصة زينا انت مع مع قائد منتخب عارض كبير من الاصوات وعنده اجماع وصاحب نجاحات لا وبالعكس كمان ده يعني في دول اخرى يعني القائد في هذا يعني في هذا الموقف بيبقى خايف من عدم تفويد الشعب يعني اللي هو عايز ياخد قرار مثلا حرب او قرار عسكري لكن الوضع هنا مختلف ده هنا الشعب كله بيصطف خلف الرئيس وبيقوله احنا وصقين في الادارة ووصقين في القرار الناس الناس عندها اكيد ثقة في الرئيس سيسي مش ثقة مش نبع من خبرة عواطف على طبعا فيه عواطف طبعا لكن بداياتا كانت عواطف ولكن بعد كده خبرة يعني انت على مدى على مدى او الناس بدأت مسلا تتعرف على الرئيس سيسي طبعا موقف الفيصالي والمحوري كان صور التلاتين يونيو شفنا الادارة بتاعة الملف ازاي القرارات الحاسمة حصلت ازاي التعبير وحماية الشعب المصري من بلطقة الاخوان تم زين وبعد كده شفنا موقف كتير جدا تقول ان هذا الرجل يحظى بالثقة ومؤهل لادارة الملف ده اكبر من الملف ده البعض يقولك طب احنا يعني اه خلاص احنا نقل له بقى انت ديره احنا نقل سكتين ومن نجعه واصل الحكاية اصل فيه مش عارفين اه اولا ما فيش حد في الناس عنده دراية كاملة بالملف الملف فيه كل معلومات دولي وفيه مية وفيه هندسة وفيه يعني يعني فيه عناصك وديبلوماسية وفيه مجتمع دولي وضغوط مجتمع دولي وضغوط ويعني يعني يعني فمين فيه ممكن ان يكون عنده كل الدراية بهذه الامور غير الدولة ايه اللي عندها او السلطة المركزية بيجيه له المعلومات من كله حتة هو اللي بيقدر ياخد القرار هو المهم ان احنا نوفر للمناخ القرار وما نستعجلش لاني مسلا هدرجة تفتكر الناس علي تضغط على رئيس السادات ان يقوم بحرب من اول ما بيسك سنة 70 وطولهم انظارات ضده ما تفتكرش انت كرام ده طبعا لكن احنا انا برضا مكنش موجود لكن لكن اما جوما لو كان الرئيس السادات اختار الوقت اللي الناس عايزها ما كانش هو فاو الراجل برضو بيختار وقت اللي هو وفقه لتجهيزات قواته ووفقه لمعايير الطرف التاني بيعمل ايه احنا بيعمل ايه احنا عندنا ايه المزائلة فالعملية يعني قرارات الحروب وقرارات التفاوض وقرار كبير يعني قرار كبير بيبقى محتاج لو الفيسبوك بقى كان ايام حرب اكتوبر ده الله اعلم كان حصل ايه كان ممكن انا منزعك شوية من بعض الاخبار اللي تم تداولها في الايام القليلة الماضية من الوفاق العسكري ما بين اثيوبيا وروسيا كدور حضرتك بقى يعني عضو في مجلس الشيوخ وهيئة اشريعية زي كده هل هيبقى فيه نوع من مراجعة العلاقات مثلا مع الدولة الروسية في الفتر ما خلينا نقول ان احنا كان من ضمن اهداف 30 يونيا استقلال الدولة المصرية احنا الدولة المصرية في عهد الاخوان كانت تابعة تابعة للوقت المتحدة تابعة للامريكا والقطر والتركيا لاي حد الجماعة كانوا بيعيننا لكل الناس اه وللتنظيم الدولة طبعا الاخوان لكن دلوقتي الدولة عندها استقلالية استقلالية بالعكس احنا كلنا يعني بنفتخر ان انت عندك علاقات مع صين وعندك علاقات مع روسيا وعندك علاقات مع فرنسا وعندك علاقات مع امريكا وما بقاش يعني عندك تبعيه صحيح ودول تدايق دول كتير يعني اه فبالتالي ده مش بيجيب بلاش يعني ده جيب مشاكله برا طبعا 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 وحتى لو تلاحظ كل صفقات الاسلحة بها تلاقيها فيها تنوع يعني من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا القصة بقى ان انت بعد ده كله ماينفعش بقى تلوم روسيا ان هي كمان منفتحة زي ما انت منفتح فكل الدول اللي انت منفتح عليها عايزاك تم فتح هوا انا سؤال هوا انت دلوقتي تابع لروسيا او عندك اتفاقيات معاها وعندك اه اه التبادل مصالح وعندك اه يعني شاكلة طبعا لسه روسيا لسه فتحيني تيران الاسبال اه لده في نفس اليوم فتح تيران ليك وعمل كده مع السيوم في نفس اليوم وعندو حساباته لازم تقدرها وتحسب انت حساباته هل فيها جانب من علاقة الإدارة المصرية الحالية بالإدارة الأمريكية الحالية لأنه واضح أن العلاقات يعني مشت في الوضع الأفضل وخاصة بعد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على عكس المتوقع كل الناس اللي كان بتتوقع وأنا ممكن برضه قبل أيام انتخابات بايدن ناس كلها تقول لك بايدن ولو وصلوا بتاعي فكنت تايمة أقول يعني هي العملية ممكن يحصل شوية فطور مع أول مصلحة لأمريكا في الشرق الأوسط الأمور هترجع يعني يعني ما هو خلاص يعني هي الدنيا وهو ده بقى اللي الناس لازم تعرفوا أن العلاقات الدولية بالدرع المصالح بس هل ده ممكن يكون سبب أنه يعني روسيا بتعتبر أنه أي حد بيقرب من الولايات المتحدة هي يعني هي دولة غير حليفة بالمورد؟ لا ما تدرش طبعا تقول أن روسيا بتعتبر كده أن يعني روسيا برضه بمكانتها تعلم أن فكرة مقاطعة أمريكا بشكل فج أو بشكل رئيسي معني مش مش موجودة إلا عندي تلات أو أربعة دول في العالم كله يعني وانت مش يعني مع لش معترامنا إحنا في تبادل مصالح بيننا وبين روسيا بس إحنا خدنا من روسيا ايه ولا من أمريكا ايه عشان اقطع روسيا أو عشان اقطع أمريكا ايه يعني فبالعكس انت بالعكس ده يخلي اي مصري يفتخر انه قراره بقى مستقل لان عنده تنوع انه علاقته بالصين بقى كويسة علاقته بروسيا كويسة علاقته بابريكا كويسة علاقته بكل القوة في الخارج يعني ليها نفوذ عالمي كويسة تقدر تفتح خط مع اي وقت تدار تتكلم اي حد بتاعي وانا رايي ان احنا محتاجين يعني بس مع احترامي وده بقى له مثلا سنتين وانا مع العبارة دي ان محتاجين وقفة مع الصديق الروسي يعني مصر محتاجة وقفة مع الصديق الروسي محتاجين راجع حاجات كتيرة برضو في العلاقات مع الروسيا طيب نخرج فاصل سواء ونرجع تاني يا عزيزي المشاهدين نراكم بعد الفاصل ورجعنا لكم بعد الفاصل وينكم باك تو امريكين بولس وهنكمل حادثنا مع دكتور محمود مسلم عن آليات العمل في مجلس الشيوخ دكتور محمود هل في نظام معين لجان مختلفة والآلية بتبقى ماشي ازاي في الـ اه عندنا الان حابب عرف كي اربعتاشر لجنة في مجلس الشيوخ وطبعا عندنا المجلس اللي هو المجلس في حوالي تلتمائة ينوم حوالي تلتمائة وبيتقسموا اللي جان مختلفة اه متين منتخب مية منتخبين بالقيمة ومية منتخبين بالنظام الفردي ومية معينين بيتقسموا حوالي اربعتاشر لجنة اللي جان متخصصة بتدرس الامور بشكل اعمق وبشكل وعليم بتوارد على المجلس دور الاعلام في ابراز ارجعتني الاعلام لان حضرتك مهانة دور الاعلام في ابراز الحقائق ما يحدث في الارض على الارض في مصر يعني احنا فيه انجازات كتير في الفترة اللي فاتت العاصمة الادارية مدينة العالمين حاجات كتيرة هل الاعلام كان قادر يعني انا بشوف حاجات كتير في التلفزيون والحقيقة ببقى منباهر بطريقة العرض هل دوت اتجاه جديد لرصد ما يحدث على الارض ما هو هو الاعلام دوره الرئيسي ان هو ينقل الحقيقة يعني يعني وانا من الناس اللي بقول ان فكرة ان الاعلام يغير الواقع دي يعني عملية فشل يعني لو غيرت الواقع يعني قرد افتشوفت غيره بكرة ذاتا كمان مع التكنولوجيا الحديثة والفيسبوك وغير كده يعني لو طلعنا زي ايام الاخوان لما اعتمدوا على فكرة ان المظاهرات لن تخرج من مدينة الانتاج الاعلامي والاستوديوهات وعادي يقول لك اصل الاعلام هو اللي مهيج الدنيا طبس ان دي الراجل اللي بيروح يلاقي يجيب بنزين ما بيلاقيش بنزين اعلام مال لو انا طلعت قلت لقي البنزين موجود وحضرتك قلت لقي تقولت مفيش بنزين واخد بانك مفيش يعني لو انت الكاربا بتقطع لو تفتكر كانت الكاربا بتقطع عن ايه او كتير في الفترة دي اخبالك فلما تطلع تقول لا ده الكاربا موجودة والناس الحل الوحيد اللي الناس تصدقك ان الكاربا بتبقى طعفة الناس ملتحاجش وتفرج على تفزيون يعني يعني هتتسوحك هيا هتتسوحك لكن ما مفيش كده وكذلك الحل دلوقتي لو طلعت قلت والله الدنيا كويسة جدا وبتاقى مش حرفية لو ده مش هوجود على الارض ولا حد ده يصدقك في مبادرات كتير شفناها وحوادث وناس اشتهروا جدا على السوشال ميديا بسبب ان كل واحد دلوقتي سواء يعني بالسلبة او بالايجاب ان كل واحد مع تلفون بيصور وبينزل على السوشال ميديا الحاجات دي ساعات افادت ناس يعني زي امرأة القطار مش عارف يعني حاجات كتير اللي واحد كان بيتبحها في فترات وفي نفس الوقت اسيئة استخدامها في بعض الخضايا يعني هل في فكرة لتقنين استخدام الحاجات ديات او يعني يعني استخدامها بشكل مرتب او محمود بشكل كبير يعني لكن يعني طبعا يعني سوشال ميليا بقت عنصر من عناصر المعرفة الحقيقة لكن الناس ما يجبش تعتمد عليها بشكل رئيسي في ذلك يعني ممكن تديك انطباع لك من درش تديك حتى فكرة المواطن الصحفي وغير كده يعني برضو انا ما زلت رأي صحفة المواطن اه دي رأي ممكن تديك انطباع لك من درش تديك خبر لان الخبر ليه ادوات اللي بيعرفها الراجل اللي شغال صحفي او الراجل اللي شغال اعلامي هو اللي عارف يعني يستوسط من خبر مواطن بيقول من وقت نظره فقط ولا شايف وانت عندك ثلاث حاجات ممكن المواطن يعملهم اولا ممكن يكون مغرد يعني في النهاية هو مش مسؤول يعني اي كلام اي كلام الحاجة التانية اكيد هيخلط بين الرأي والخبر يعني ما هو رأيه وما هو خبر الحاجة التالتة هو ممكن يديك انتباع الخلط بين الرأي والخبر اه ممكن يديك انتباع يعني معنى صاح ممكن يقول لك مثلا دي ما اقول هو ماشي لا حادثة وهو راجل كويس وصالح وكل حاجة فلقى الطريق متعطل قالك دي حادثة واحد معدي قاله دي حادثة وهي ولا حادثة اولا بتاعي فكتب قالك الحاو في حادثة في المكان الفلاني لكن الصحفي بيعرف يستوسك الصحفي يعرف يستوسك صحة هيكلم الناس هيروح يبص بنفسه هيصور كده يعني في البلاك وبدليل انه يعني شفنا حضرتك شفت حاجات زي دي شفنا فيديوهات والناس روح تشيرها وتطلع فينها تطلع من سوريا تطلع مش عارف من دولة بتاع مالاش علاقة بمصر تطلع حصلت سنة مش عشرين سنة من عشر سنين ما فيه الصحفي عنده عبق ومسؤولية انه هو لازم يوثق يوثق الكلام ده ويستوسك منه وينسيبه المزة لكن الراجل اللي على السوشيال ما فيش الكلام ده طبعا كان الموضوع ده ليه سلبيات واجابيات كتير ولكن يعني زي ما بيقوله احنا بناخد بقى زي ما هي يعني زي ما فاد ناس كتير اضر ناس كتير والحقيقة يمكن الواحد شاف حاجات برضو اضرت بسمعة ناس وبعد كده تم انكارها وده طبعا كان شيء يعني خاطئ انه يتم تداوله بهذا الشكل فاحنا بننصح الناس يعني قبل ما تشير حاجات اه يعني دايما الناس يقول قبل ما تشير حاجة لازم انا فكرة لان هي كمان ممكن تبقى مقتطعة يعني مثلا زي انا مثلا بحكي مع حضرتك فاقول جملة بس بوضحها اه اخدوا حتة ازغارة اقطعوا اركبوا على حاجة وحصل كتير الكلام ده يعني لازم الواحد يتقصب اه لان فيه اللجانة الالكترونية عدد اللجانة الالكترونية اللي شغالة ضد الدولة المصرية يا فوق الخيال احنا عندنا صفحات وبتبقى يعني ممكن تبقى صفحة دين صفحة اه اه طبيق صفحة بتاعه مرة واحدة تلاقيها راح تقلبها سياسة اه صحيح لا انا دايما كمان لما بيجي لي حاجات مسلا على الواتساب من العيلة والاصدقاء او حد ويبعتلي خبر معين يعني ويبقى في حاجة مهمة يعني دايما اول رد اللي ايه يقول له خليني بس اشوف وتأكد وارجع لك اه يعني عشان يعني ما ينفعش اصدق على حاجة حتى لو حتى وكلام على هوايا يعني اه وهتلاقي في معظمها انت عشان ومعظم الحاجات في معظمها هتلاقي فيك صحيح صحيح اه دكتور محمود مسلم انا سعيد جدا باللقاء حتى لتك وشكرا وموفق دايما وموفق دايما في برنامج مرسي مرسي عزيزي المشاهدين ساعدنا بكم في هذا اللقاء الشيخ مع دكتور محمود مسلم الرئيس تحرير جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ تصبح على خير وان شاء الله نراكم في حلقة قادمة من برنامج النقطة الامريكية اشتركوا في القناة